اشتركوا في القناة تسبب هذا الحيوان في موت العديد من الاشخاص فتم استياده من طرف عشرة اشخاص في احد القرى بالفلبين وكان ذلك في الثالث عشر من شهر سبتمبر عام 2011 ومات بسبب التهاب في الرئة في العاشر من شهر فبراير عام 2013 اضخم حصان في العالم طوله ثلاثة امطار ووزنه اكثر من طن وامتلاك حصان مثله ليس امرا سهلا فيما يخص تغذيته فهو يحتاج مثلا الى مئتي لتر من الماء هذا كله فقط لاجل يوم واحد وهذا ما جعل صاحبه يجهال كيفية الرعاية به من حيث غذائه وبالتالي اكبر افعى في العالم هي الميديوزة يبلغ وزنها مئة وثلاثين كيلو جراما وطولها ثمانية امطار وكي يتم حملها فان خمسة عشر شخصا اقل عدد ممكن من الاشخاص الذين استطاعوا ذلك ورغم القيام بحراستها الى جانب الحيوانات الاخرى الا انها لدغت منهم الكثير احد اكبر انواع السمك الموجودة في العالم يسمى تيبيرون بالينا ويبلغ طوله اثنى عشر مترا كما يزن ثمانية اطنان ويعد اضخم الحيوانات التي تم ايجادها بيع بحوالي ثلاثين الف دولار سنة الفين واربعة عشر تم استياد اكبر خنزير بري حيث بلغ وزنه مئتين وسبعا وعشرين كيلو جراما وقد استارق الصيادون ساعتين من الزمن ليقتلوه كما صرح مؤخرا شاب يبلغ من العمر احد عشر عاما بانه قتل خنزيرا بريا يصل وزنه الى اربعمائة وسبعا وسبعين كيلو جراما فقامت شركة الاذاعة الوطنية ببحث دقيق حول الموضوع فنفت الخبر نظرا لعدم مصداقيته في ايطاليا وبالتحديد في نهر بو وحسب قول احد صيادي السمك فانه قد قام باستياد السمكة القطة مستعملا صنارة الصيد علما انها عملية صعبة نظرا لان هذه السمكة من اضخم الاسماك اذ يبلغ وزنها مئتي كيلو جرام وطولها مترين وخمسا وسبعين سنتمترا فتم اعتبار هذا الصياد مثالا للصيد البحري لانه تمكن من صيد هذه السمكة الضخمة وبهذه الطريقة واخيرا الحبار العملاق في بحر الويسل القارة القطبية الجنوبية تم عصور على اضخم حبار يتوفر على خراطيمة وعيون كبيرة ويعتبر من اصعب الانواع من حيث ايجادها وقد قاموا بتجميده لمدة لا تقل عن ثمانية اشهر حتى يقوم علماء الاحياء بدراسة لمكونات هذا الحيوان العملاق الذي شهد النور بعد ان كان يعتبر من عالم الخيال ان اعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الاعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم اشتركوا في القناة